أنا سؤال بيقول أخويا متوفي فعندما أنازل له دعاء على الفيسبوك وجميع الأصدقاء يقولوا أمين على الدعاء يصل المتوفي سؤال لطيف وسؤال ده مش بس عن قول كده آه قولاً وحيداً يصل السواب إن شاء الله للمتوفي إن في حد بيدعي والتاني بيقول أمين 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 يصل آه يصل إن شاء الله يبارك وإن شاء الله يجعل الثواب الحسن لأخيك إن شاء الله يا ربنا يتغمده في فسيح جناتي ويجعله في راحة وسعة ونور وبركة أنا عايز أقول كمان حاجة مهمة كمان في هذا السياق إيه الحاجة المهمة في هذا السياق الحاجة المهمة في هذا السياق إن مش بس ده أنا لو تصدقت بصدق وقلت اللهم هب مثل ثواب صدقاتي هذه لأخي تصل إليه تاني يعني أنا لو قلت اللهم هب مثل ثواب صدقاتي التي تصدقت بها تصل لأخي تصل لأخي لو قلت اللهم هب مثل ثواب صيابي لأخي يصل إليه إن شاء الله يصل إن أنا ما قلتش اللهم هب ثوابي اللهم هب مثل ثوابي طيب يصل ليه؟ المام القرف يقول يصل باتفاق ليه يصل باتفاق؟ قال لك لأن دعاء ده دعاء بظاهر الغيب ودعاء ظاهر الغيب ومستجاب فلذلك أعملوا كده كل ما يكون حد ديكم عزيز قلوا كده اللهم هب مثل ثواب عمل الصالح ليه فلان إن شاء الله يصله ويصله إن شاء الله ببركة ونور وفضل من الله سبحانه وتعالى شكرا